وجود بيئة مريحة ومريحة وهادئة هذه قضية مهمة جداً شوفوا الأوصاف بيئة هذا مناخ الأسرة تكون الأسرة مناخها مرح ومريح وهادئ لا شك أنه الذي يعيش في هذا المناخ وفي هذه البيئة المريحة التي تريح النفوس وتريح الأجساد والمرحة التي فيها من الدعابة واللطف والهادئة التي ليس فيها ترجر وقلق وتوتر لا شك أن هذه صورة عظيمة جداً 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 للمناخ الصحي الإيجابي داخل الأسرة قل يسأل بعض كيف نستطيع أن نجعل بيئاتنا الأسرية ومناخنا الأسري بهذه الصورة مريح ومرح وهادئ من الأمور المساعدة على ذلك أيها الإخوة الكرام الفضلاء الثقة لا بد من وجود الثقة بالطرف الآخر وجود الثقة بالأبناء أنا أدرك أن الأبناء قد يعني ليسوا لديهم التجربة الكافية مثل تجربة الآباء لكن إعطاهم الثقة وتحمل شيء من أخطائهم لا شك أن هي القضية الصحيحة أما أننا نمنع هذه القضية بسبب عدم الثقة بهم أو نشعرهم بأننا لا نثق بهم لا شك أن هذه ليست بيئة مريحة ولا بيئة ولا بيئة هادئة الأمن شعور بالأمن النفسي ولا يمكن يحصل هذا الشعور أيها الإخوة والأخوات بالأمن إلا لما يشعرون بأن هذا البيت مأوى لهم لراحتهم النفسية وهمومهم ليس هو مصدر إزعاج لهم وهذا لا يتأتى إلا كما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك حينما يكون الإنسان فضل أب لأم لا يمكن أبدا بيحمل أحوال أن تكون القضية الأمن النفسي هي متوفرة في هذه الأسرة لا تتوفر إلا فبما رحمة من الله اللي انت لهم الحب الحب قضية من القضايا المهمة إشعار الأبناء إشعار الجيل إشعار الصغار إشعار المراهقين إشعار أطراف الأسرة هذه قضية الحب وهذا يتأتى من خلال كلمات الحب أحبك أحبك كلمات دلائل التي تدل على الحب حتى في رسائل الجوال مثل قضية القلوب والورود كلها دلائل على قضية يعني تبادل المشاعر للحب ما بين الأباء والأبناء والأبناء أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر